من تركيا إلى إيران دولة أخرى لديها مشروع توسعي للمفارقة تركيا وإيران تتقاربان بشكل واضح مؤخرا بالتحديد من حزب الله حيث يتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمريكا بالضغط على مصرف لبنان لمنعه من وضع ما يكفي من الدولارات في السوق لكن في هذه الأثناء يعاني النظام المصرفي اللبناني ويبدو على وشك الانهيار يعاني كثيرا ليس نتيجة العقوبات الأمريكية بل نتيجة حرمان لبنان من الدعم مع سيطرة الحزب على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد بحسب الخبراء للهروب من أثار هذا الفشل الاقتصادي تشير الدلائل حتى الآن إلى أن حزب الله يسعى أو يستخدم عملة البيتكوين الرقمية للاستفادة من العملة المشفرة في تمويل أنشطته في لبنان والمنطقة ووفقا لمعهد واشنطن فإن حزب الله يستخدم عادة مخططات غسيل الأموال والاحتيال المصرفي وعمليات الاحتيال على بطاقات الاقتمان لتمويل عملياته وتتصاعد هذه الجرائم المالية خلال فترة الركود بشكل عام ولن تكون هذه العمليات فريدة بالنسبة للعملات المشفرة ولا للبنان خبيرة لبنانية في عملة البيتكوين ذكرت أن حزب الله قادر على الحفاظ على غالبية نفوذه من خلال قدرته على إعالة الأفراد الأكثر حرمانا في البلاد عبر اللجوء إلى أساليب تمويل مختلفة منها البيتكوين إضافة إلى عمليات التحايل على العقوبات وأكثر حالات الاستخدام غير المشروع وضوحا وراء عمليات الاحتيال الجارية هي إرسال إيران لبيتكوين إلى حزب الله ووفقا للتقديرات فإن حزب الله لديه ميزانية عسكرية تبلغ مليار دولار منها ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من البيتكوين يقدر أنها تأتي من الحكومة الإيرانية